اشتركوا في القناة اللي جي عن ان فيه موظفين كتير هيستقبلوا وما فيش داعي لوجودها وبيدخل خالها في الكلام فبتقنع جينج خالها انه يستقبله هو لانه احسن منها في الفندق وفهم اكتر منها وبتسيبهم وبتخرج جينج وبتروح الجاراج وبتركب عربيتها ولما بتكون مشية بتشوف عربية فوق ولما بتشوف جينج فوق بتتصدم وبتتوتر جدا وبتفتكر ذكرياتها معي وانه اختفى مرة واحدة وما كانتش عارفة توصله خالص وبترجع جينج الفندق وبتروح الاستقبال تعرف رقم غرفة فوق وبتاخد المفتاح بتاعها وبتطلع لي فوق غرفة وبتكون شين المحامية بتاعت فوق موجودة وبتبقى جينج فاكرا ان شين حاببته او زوجته وبتقول لها انها تبعد عنه لانه شخص مش كويس نهائي وبيكون فوق يستحمى ولما بيخرج وبيشوف جينج بيبان عليه انه ما يعرفهاش خالص وبتستغرب جينجة هو ازاي مش فاكرها وبيتعامل كأنه ما شفهاش قبل كده وبيدخل خالها الغرفة علشان يرحب بفوق وبيلاقي ان جينج موجودة وبيقول لفوق ان جينج صاحبة الفندق ولما بتبقى جينج متضايقة وهتخرج من الغرفة بيقول لها فوق تستنى وبتديها شين ملفه بتقول لها عايزين توضيح منك وبتروح جين مع خالها المكتب بتاعها وبيكون جينج موجود وبيكون في الملف مستندات بيتهموا فيها الفندق انه انتهك حقوق الملكية بتاعت الشركة بتاعتهم لان خالها بيكون اشترى اثاث للفندق شبه اللي شركة فوق تعمله وبيطلب منهم فوق تعويضات وبيكون خالها بيتكلم مع جينج علشان يحلوا المشكلة دي بس جينج بتكون سرحينة وبتفكر لما شافت فوق أول مرة لما كانت قاعدة في سينما بتتفرج على فيلم نزل لأول مرة وبتبقى حاجزة السينما كلها علشان تسمع الأغنية بتاعت الفيلم لانها بتكون عجبها جدا بس وهي قاعدة بتشوفه وبتطلب الأمن بتاع السينما وبتعرف منه ان فو هو اللي عامل الأغنية بتاعت الفيلم وبتروح جينجي تقعد جنبه وبتتعرف عليه ولما الأغنية بتاعت الفيلم بتفصل بتكون جينجي متضايقة جدا فبيحط لها فو سماعة في ودنها وبيعزف لها الأغنية وبعد السينما بيروحوا ياكلوا سوا في مكان وبتطلب منه يعمل أغنية ليها وبعدين بتركز جينجي مع خالها وبتقوله انهم هيدفعوا التعويضات اللي عاوزينها بس خالها بيقول لها ان الفندق ما فيهوش كل المبلغ اللي مطلوب فبتقوله جينجي انها هتتصرف وبنشوف جينجي وهي قاعدة في شاقتها بتتكلم مع واحد على بيع أسهم ليها في الشركة علشان تسدد ديون اللي عليها وبيجي لها جيانو بيقول لها انها ماينفعش تبيع الأسهم وكمان لو خالها عارف هيتضيق جدا وبيقول لها انه عارف ان فو هو حبيبها اللي كانت بتدور عليه بقالها سنة وبيقول لها انه ما يستحقش انها تزعل وتدور عليه كل ده لان علاقتهم ماكملتش اسبوع اصلا فبتقوله جينجي ان هي ما بقتش مهتمة بالموضوع وبتطلب منه يمشي وبتفضل جينجي تعاية وتاني يوم بيبقى قاعدة فو في مكتبه مع واحد بيتكلمه عن المشاريع الجديدة وبتدخل شين وبتقول لفو ان جينجي موافقة انها هتدفع التعويضات وبتدي له ملف بأسامي الناس اللي ليهم أسهم في الفندق وبتسأله انه لو كان عايز ياخد الفندق علشان يبني مشروع فبيفتكر فو دار الايتامي الاشتراع على أساس انه هيهتم بالدار والأطفال اللي فيه وأول ما صاحب الدار مضى عقد البيع أمر فو انه الدار يتهدى علشان هو عايز الارض وبالليل بيبقى قاعدة فو في بار وبتكون جينجي موجودة فيه وبتفضل جينجي تشرب لحد ما بتبقى مش حاسة بنفسها وبيكون في واحد في البار بيبعت لجينجي مشروب وبيكون حاطت فيه مادة تخليها تفقد الوعي خالص بس جينجي مش بترضى تشربه وبتدلقه وبعدها بشوية بيروح الرجل هو وصحابه عند ترابيزة جينج وبيتكلموا معيها وبيدوها مشروب تاني بس فو بيكون شايفهم ولما بيحس ان الجينج في خطر وخلاص هتشرب المشروب بيروح ياخد من ايديها المشروب وبيشربه هو وبياخد جينجي علشان يمشوا بس بيتعف فو بيكون مش قادر يمشي وبيجمع كل طاقته وبيمسك ازاست المشروب اللي موجودة وبيكسرها وبيخوف الرجالة اللي واقفين انه هيعورهم وبعدين بيعور فوق دي قدامهم وبيسيبوه يمشي وبياخد فوق جينجي وبيروحوا الفندق وبيكون فوق تعبان جدا وبينم جنب جينج ولما بتفوق جينجي بتستغرب لما بتلاقي ان اللي جنبها فوق وبعدين بتلاقي فيه اثر دم علاق ديها وبتعرف انه من فوق وبتطلب من الفندق اسعفات اولية وبتعقم له جرح ادي وتاني يوم بيصحى فوق بيلاقي جينجي نايمة جنبه وبيقوم من جنبها وبيفتكر من سنة لما كانت جينجي نايمة جنبه في فندق برضو وبعدين بيروح فوق الشركة وبيكون متضايق جدا ولما بتصحى جينجي مش بتلاقي فوق في الغرفة وبتلاقيه سايب لها الفيزا علشان تاخد منها فلوس وبتفتكر لما عمل كده من سنة وصحيت برضو ملاقتهش موجود ولقته سايب لها فلوس وبتتصل جينجي فوق بتسأله لو كان سايب لها فلوس علشان يزلها فبيقول لها ان هي دي الطريقة اللي بيتعامل بيها مع الناس الغريبة وبيقفل المكالمة وبتعرف جينجي من خلها ان فوق كان مفقود لمدة 3 شهور ومحدش يعرف عنه اي حاجة وبعدين بنشوف جينجي وهي قاعدة بتفكر ايه اللي ممكن يكون حصل لفوق وبيروح جينجي يقعد معيها وبتسأله عن سر اختفاء فول فترة دي فبيقول لها انه ممكن يكون فقد الزاكرة وبيقول لها انه هيتعامل معي هو بنفسه وبيروح جينجي لفوق غرفته وبيكون هيدربه بس الشين بتيجي ولما بيشوف جينجي بيفتكرها وبيفتكر لما كانت معاه في المدرسة وعرض عليها انه يرتبط بيها بس هي قالت له انها مش هينفع ترتبط بواحد اقصر منها في الطول فجينجي قال لها انه لما يطول هيعرض عليها الارتباط تاني وهي بتقوله انها موافقة بس شينجي بتتعامل مع جينجي عادي وهو بيحس انها مش فاكرة وبيكون مدهي جدا وبيروح جينجي يقعد مع جينجي في بار وبيفضله يشربه هو يقول جينجي انه ممكن يكون فوق حاجة تساعده انه زاكرته ترجع وبعدين بتروح جينجي لفوق غرفته وبيستغرب فو لما بيشوفها وبتفضل جينجي تقرب منه وبتقوله انها عارف الطريقة تخلي زاكرته ترجع تاني وبتضربه على دماغه وبيكون فو مصور جينجي وهي بتضرب فيه وبعدين بتشوف جينجي وفو هما في الاسم وبيكون فو رابط راسه من كتر الدرب وبيبقى فو هيعمل لها محضر بس الزبط بيفتكر انهم متجوزين وبيقولهم انه طبيعي تحصل مشاكل بينهم وبيفضل يتكلم معيهم وبيتضايق فو جدا وعلشان ما يعملش محضر بيطلب ان جينجي تعمل فيديو وتعترف فيه انها ضربته وتقول انها مش هتتعد عليه تاني وفعلا بتعمل جينجي الفيديو ولما بيخرجوا من الاسم بيفضل فو يشوف الفيديو كذا مرة وبتتضايق جينجي فبيقول لها انها لو فكرت تعمل حاجة تاني هينزل الفيديو على السوشال ميديا وهتبقى فضيح عليها وللفندق بتاعها وبعدين بيخلع الشاشة اللي على راسه وبيدهولها وبتعرف انه كان بيتحك عليها وبتضايق جدا وبيرجع فو بيته وبيفضل يحلم بجينجي طول الليل ولما بيروح فو الشركة الصبح بتقوله شين ان جينجي عاوزة تقابله وبتروح له جينجي المكتب وبتشكره على انه تخلى عن التعويضات وبيستغرب جدا لانه ما عملش حاجة زي كده وبيجي له اتصال انهم بدأوا يمشوا في إجراءات إلغاء الديون على فونده آيتشو فبيشوف فو الرسائل اللي في تليفونه وبيلاقي انه باعت لجينجي انه هيلغي الديون فبياخد فو الجاكت بتاعه وبيمشي وبيروح البيت وبيشوف كاميرات المراقبة بتاعته لغرفة بتاعته وبيلاقي انه صاحب الليل وشغل أغاني وبعت لجينجي الرسالة دي وبيدخل فو غرفة في البيت فيها مراية مضغطية وبيقف قدامها وبيقول انا عارف ان لين رجع تاني وبيفتكر فو من سنة لما صحي لقى نفسه مع جينجي في فوندو وبيكون فو عنده ازدواك في الشخصية شخصيته الحقيقية اللي هي فو هي اللي موجودة علشان كده اتعصب من اللي لين عمله وساب لجينجي فلوس ومشي واتصل بموت دكتور بتاعه وقاله انه لازم يتعالج علشان يقتل شخصية لين وبعدين بيروح فو المو وبيقوله ان لين قسر الاتفاقية بتاعتهم وبتكون الاتفاقية عبارة عن ان كل شخصية تعيش يوم كامل وترجع البيت نام علشان الشخصية التانية تظهر بس لما لين عارف جينجي فضل خمسة ايام صحي علشان ما ينامش وفو يظهر ويبعد عن جينج ولما كان لين مع جينجي في الفندق نام علشان كده ظهرت شخصية فو تاني وبقى عايز يتخلص من لين خالص لان لين طيب وبيعمل له مشاكل فبيقوله مو انه هيساعده انه يتعالج بس لازم يختي في المدة 3 شهور وبيوافق فو وبنشوف فو وهو بيكلم مو وبيقوله ان لين رجع وبعدين بتروح جينجي الفو وبتبقى جايباله اكل كهدية لانه لغى ديون وبتكون شين عند فو وبيقول فو الجينجي ان الرسالة اللي وصلتها مبارح ما كانتش منه وكان واحد صاحبه بيهازر وانه لسه عاوزها تسد الدين اللي عليها فبتتدايق جدا جينجي وبتاخد الاكل وبتمشي وبعدين بيجي الجينج اتصال ان فيه شركة استثمار عاوزة تشتري الاسهم اللي هي هتبعها وبتروح جينجي تقابل واحد من الشركة وبيكون هو الراجل اللي شغال مع فو وبتبع له جينج الاسهم ويتاني يوم بتروح جينج الشركة وبتقول لجينجي انها باعت اسهم قليلة وان لسه معيهم اكبر اسهم في الشركة وبعدين بيدخل خلق وبتقول له جينجي ان الشركة اللي اشترت اسهم من الفندق مش هتبقى عاوزة تديره وان هو اللي هيفضل يدير الفندق وبتعرفه انها هتسفر فترة فبيقول لها خلقه انها لو مش عاوزة تدير الفندق تعرفه بس ما فيش داية لصفارها وبتكون جينجي عاوزة تسفر علشان تنسلين وبيكون فو قاعد في مكتبه وبتروح له شينو بتقول له ان جينجي هتمشي من الفندق واستقالت النهاردة فبيروح فو بيقول ان دا خبر حلو علشان ما يبقاش في عاقق قدامه هو بيستولى على الفندق وبعدين بتلم جينجي حاجتها من المكتب وبتتصل بفو علشان تشوفه قبل ما تسافر بس هو بيقول لها انه مشغول وبيقفل المكالمة وبيرجع فو البيت وبيكون فرحان ان جينجي مشية واني لين مش هيقدر يعمل حاجة وبيروح فو ينام وبيصحلين وبيلاقي فو نفسه في العربية على حفة الهوية وبيساعدوا واحد انه يخرج من العربية وبيدي له فو فلوس علشان ما يبلغش البوليس وبيبقى فو مستغرب لين كان عاوز يقتلهم ليه وتاني يوم بيروح فو الغرفة اللي فيها المراية وبيشيل الغطة من على المراية وبيقول لين انه يظهر لانه عارف هو عمل ايه كويس وبيفكر فو في اللي حصل وبيفتكر ان لين ظهر مرتين في اول مرة ما ازاش حد وتاني مرة حاول ينتحر ويقتلهم ولما بيركز فو بيعرف ان لين كان عاوز يقتلهم علشان جنجة هتمشي وبتبقى جنجة في الوقت ده بتجاهز يدومها وحاجتها علشان السفر ولما بتكون في طريقها للمطار بيتصل بيها فو وبيطلب انه يقابلها بس هي بتقوله ان طيارتها خلاص قربت وما فيش وقت وبتقفل تليفونها ولما بتبقى قاعدة جنجة في الطيارة بيروح لها فو بيقول لها انها مش هينفع تسافر علشان العقد اللي الفندق ماضي عليه وبياخدها وبيمشو وفي العربية بيدي فو الجنجة عقد الدين اللي خلها ماضي عليه وبيقول لها انها مش هينفع تمشي قبل شهر زي ما مكتوف في العقد وان في الشهر ده هي لازم تساعده في إدارة الفندق والشغل وبيقول لها انه هيقعد في الفندق وهيكون في المكتب بتاعها ويتاني يوم بتروح جنجة الفندق وبتلاقي فيه خريطة على مكتب فو وبيكون مش موجود عليها الفندق بتاعها وبييجي فوه بتسأله جينج عن سبب عدم موجود الفندق بس هو مش بيقول لها السبب وبيقول لها ان ما ينفعش تتدخل في شغله وبعدين بيطلب فوه منها تضبط له تقارير وتبعتها له وفعلا بتخلصها جينج وبتبعتها بس هو بيديها مهمة تانية انها تجيب له تقارير عن كل الفنادي اللي موجودة وبتروح شين تدي الجينج صندوق بتقول لها انه في معلومات تخص التقارير اللي فوه طالبها منها ولما بتفتح جينج الصندوق بتلاقي ان كل الورق اللي فيه متقطع خالص وبتتدايق جدا جينج وبيقول فوه لشين انها ما تبعتلوش السواق لانه مش عارف هيخلص شغل النهاردة امتى وبتفضل جينج طول اليوم تلزق الورق علشان تقدر تطلع منه بمعلومة لحد ما بتتعب وبتنم في الارض وبيروح لها فوه وبيسند راسها بايده فبتنام جينج على ايد فوه وبينم فوه جنبها وبعدها بشوية بيصحى فوه وبيسيب جينج ويمشي وتاني يوم بيروح جيان الشركة وبتكون هناك شين وبيحاول يفكرها انه هو اللي كان معيها خلال مرحلة السنوية بانه يرمي الازيز في البسكت علشان تفتكره لانه كان بيحب يلعب كرة سلة فبتروح شين لجيان وبتسأله لو كان لسه بيحب يلعب كرة سلة فبيفهم جيان انها ما نسيتوش وبيقول لها انهم يروحوا يكلوا سواف مطعم بس شين بتقوله انه وقت تاني علشان معها خطبها وبتعرف خطبها على شين وبيتدايق جدا شين لانها تخطبت لغيره وبيروح جيان يقعد مع جينج وبيكون متدايق جدا وبعدين بيتصل فو بجينج وبيقول لها انه قدام الفندق وبيطلب منها تجيب العربية وتروح له وبعدين بياخد فو جينج وبيوديها بيت وبيقول لها ان ده مقر عيلة فو وبيدخل فو جينج وغرفة فيها ترابيزة بليارد وبيطلب منها انها تنظفها كويس فبترفض جينج بس فو بيقول لها إنها لو ما سمعتش كلامه هينزل أخبار عن الفندق والديون اللي عليه والفيديو اللي صوره لها لما ضربته فبتضطر جينج إنها تنظف الترابيزة وبيروح في اجتماع مع والده وعمه وموظفينه وبيقوله والده وبيكون متعصب جدا إنه فضله شهر ويتعاقد وإن المفروض فو هو اللي هيدير الشركة ولازم يبقى عارف كل حاجة وما يغلطش غلطة واحدة على الأقل فبيتدايق فو من طريقة كلام والده معاه وبيخرج وبيتعب والد فو بس أخوه بيقوله إنه هيروح يتكلم معاه وبيروح عم فو غرفة فو علشان يتكلم معاه وبيطلب من جينج إنها تجيب له مية لإنه بيكون فاكرها المساعدة بتاعت فو وبتخرج جينج تجيب مية وبتكون فاكرة إن عم فو عميل مهم لشركة فو وبتفكر في إنها لو طفشته هيرفضها فو وبتدخل جينج لغرفة تاني وبتكون جايبة شاي وحاجات وبتفضل ترخم على فو عم وهما بيتكلموا لحد ما بتوقع البرد وبيتكسر وبتيجي المية السخنة على رجليها بالغلط وبيخاف عليها جداً فو بيروح يشلها وبيخرج بره ولما بيلاقي فو إن رجل جينج حمرت من المية السخنة بيقول لها إنها تاخد أجازة تاني يوم وتاني يوم بتبقى جينج عاوزة تقضي اليوم في الخروج وإنها تشتري حاجات بس بتلاقي فو مستنيها وبيقول لها إنه هيروح معاها في كل الأماكن اللي هتروحها وإن ده هيكون الوضع بعد كده وبتروح جينج علشان تشتري الشنطة اللي كانت عاوزة تجيبها بتلاقيها محجوزة فبتتدايق جداً وبتقول لفو إنه عمرها ما كانت عاوزة تجيب حاجة ومعرفتش تجيبها وبتعرفوا إنه لو هيكمل معاها اليوم فهو هيدفع مصاريف الأكل والشرب وكل حاجة وبيوافق فو وبعدين بيروحوا مطعم علشان ياكلوا وبتطلب جينج كل الأكل اللي في المينيو وبتقول الجرسون إن حساب كل الناس اللي موجودة في المطعم على فو وبعدين بيتعب واحد في المطعم وبتدخل جينج بالإسعافات الأولية وبتنقذه وبتقول جينج الفو إنه باباها توفى في مطعم في فونده لوحده وإن لو كان حد تدخل وقتها ممكن ما كانش مات بس للأسف ما حدش سعده خالص وبتقوله إنها لما بتتعب لازم تسمع الأغنية بتاعت الفيلم اللي المفروض لين كان عاملها علشان تهدأ وبتبدأ جينج تتوتر وتتعب ومش بيلاقي فو حل غير إنه يعزف الأغنية بتاعت لين على البيانو وبتفهم جينج إن فو فاكرها وبعدين بيوصل فو جينج شاقتها وفي الطريق بتقوله جينج إنه كان بيقول إنه ما يعرفاش إزاي فاكر الأغنية فبيقول لها إنه تعلمها وبعد ما بيمشي فو بيتصل بدكتور مو وبيقوله إن رين رجع وهو حاليا نحطه تحت السيطرة لإنه حاول يقزي نفسه لما عارف إن جينج هتمشي فبيقوله مو إنه هيخلص اجتماعه اللي في اليابان على طول وهييجي وبتفضل جينج طول الليل تفكر في فو وتتخيله في كل مكان في البيت وتين يوم بتروح جينج الفندق وبيتصل بيها عم فو وبيطلب يقابلها ولما بتروح تقابله بيقول لها إنه عاوز يشتري باقي الأسهم بتاعتها في الفندق فبترفض جينج فبيسألها عن سبب رفضها وهي باعت أسهم من الأسهم بتاعتها لفو وبتستغرب جينج لما بتعرف إنه فو هو اللي اشترى الأسهم بتاعتها وبترجع لفندق وبتفضل تدور على الخريطة بتاعت فو لحد ما بتلاقيها وبتروح لفو المكتب وبتقوله إنها فهمت هو عاوز يعمل إيه في الأول خلى عليها ديون وبعد كده اشترى الأسهم بسعر قليل ودلوقتي عاوز يستحوز على الفندق كله علشان يهد ويبني مشروع غيره وبتعاية جينج وبتقوله إنها مش هتسيبه يهد مشروع والدها وبتسيبه وتمشي وبعدين بتروح شين لفو وبيطلب منها إنها تبعت رسالة لكل المدرأ اللي ليهم أسهم علشان هيعملوا اجتماع وفي الاجتماع بيقول فو إنه هو صاحب أكتر أسهم في الفندق لإن معاه 33% من الأسهم وبيقول لهم إنه ناوي يهد الفندق ويصلح الغابة اللي وراه ويعملوا مشروع تجاري هيكون مربح جدا وبتعتارد جينج على خطته الجديدة بس بيقول لها فو إن دلوقتي هو مدير الفندق وليه الحرية يعمل اللي هو عاوزه وبيخرج فو من الاجتماع وبعدها بتلات أيام بيروح فو القبو بتاع الفندق لإنه بيكون جات لرسالة إن فيه رسومات مهمة جدا في القبو ولما بيدخل فو القبو بيكون عبارة عن مكان بارد لحفظ المشروبات وبتبقى جينج هناك وبتقفل عليهم الباب وبتجبروا إنه يمضي على عقد عدم هدم الفندق بس فو بيكون بيسجلها وهي بتهدده وبعد ما بيمضي العقد بتفتح جينج الباب وبتدي لجيان العقد بس فو بيقول لهم إن العقد ده باطل لإنه مضيه تحت التهديد وبيسمعهم التسجيل فبتتضيق جينج وبترجع تقفل الباب عليها هي وفو وبيكون جيان قاعد برة بس بتروح له شين علشان تسأل على فو لإنها مش عارفة توصل فبيقول لها جيان إنه ما يعرفش عنه حاجة وبياخدها وبيخرجه من المكان وفي نفس الوقت بتبقى جينج بتتكلم مع فو وبتقع إزازة من اللي جينج رسم عليهم وبتتضيق جدا وبتروح علشان تشوف الإزازة وبيروح معها فو بس بيقع على الإزازة وإيدي بتتعور وبتقعد جينج تربط له إيده وبتحكيله عن الرسومات اللي على الإزاز وكل شخصية مرسومة وبتطلب منه ما يهدش الفندق وإنه يكون جزء من العيلة ما بيقول لها فو إنه هيفكر في كلامها وتاني يوم بتروح جينج الشركة وبتعرف إن الفندق مش هيتهد لأن المنطقة بتاعت الفندق فيها أشجر ونباتات ندرة مش هينفع يقضوا عليها وبتفرح جدا جينج وبعدين بنشوف فوه وقعت في عيادة مو وبيتصل بيه عمه وبيقوله إنه عارف إن الفندق مش هيتهد وبيعرفه إن لو بابا عارف الخبر ده ممكن يجيله سكتة قلبية فبيقوله فوه إنه عنده خطة تانية وإنه ما يقلقش وبييفل فوه المكالمة مع عمه وبيتصل بشين اللي بتكون موجودة في مكتب عم فو لإنه شغالة معاه من وراء فوه وبتنقله أخباره وبيقول فوه لشين إنه الفترة دي هيقعد في فندق آيتشو علشان ما يحصلش مشاكل بينه وبين بابا وعمه وبعدين بيقعد فوه يتكلم مع الدكتور ويقوله إنه لين بدأ يؤثر على حياته بشكل مش طبيعي وإنه كان السبب إن الفندق ما يتهدش ويتاني يوم في الفندق بيكون فيه آيدل مشهور اسمه يوي هيحجز غرفة في الفندق بس مش بتعجبه ولا غرفة وبتتكلم جينج مع خالها وجيان وبيقول لها خالها إنه يوي متعب جدا وغير الغرفة كذا مرة وطلب مخصوص إن جينج هي اللي تساعده في إنه يلاقي غرفة كويسة وبتروح جينج اليوي وبتفضل توريله كل الغرف ومش بتعجبه ولا غرفة فبتقوله جينج إنها هتشوف له الجناح الرئيسي للفندق وبيكون قاعد فيه فوق فبتروح جينج تستأذنه إنه يخرج من الغرفة وبتبقى خايفة إنه يعند معيها وما يرضاش بس بتلاقيه موافق وبيخرج من غير أي مشاكل وبعدين بيروح يوي وشوف الغرفة وبتعجبه بس بيلاقيها مش نظيفة وفيها تراب وبيطلب من جينج إن هي اللي تنظف الغرفة وبتوافق جينج علشان يوي ما ينزلش أخبار وحشة عن الفندق بتاعها ومحدش يروح يحجز فيه وساعتها فوق هيهدم الفندق لإنه هيكون مش بيحقق ربح ولما بتبقى جينج بتنظف الغرفة وبيدخل فوق لإنه بيكون نتي ملف وبيشوف جينج وهي بتنظف وبيتداق فوق جدا وبيسألها هي بتنظف ليه وفيه عمال في الفندق فبيرد عليه يوي إنه هو اللي طلب منها وهي وافقت وبيكون هيحط إيديه على شعر جينج بس فوق يخبطه على إيديه وبيقول لجينج إنها ما ينفعش توافق على أي حاجة الزباين يطلبوها منها فبتقوله إنها وافقت وما فيهاش حاجة وإنه كمان طلب منها تنظف قبل كده فبيفتح يوي الباب لفوق وبيقوله إن جينج موافق إنها تنظف وما فيش داعي لوجوده وبعدين بنشوف يوي وهو قاعد وبيتصل بيه أخوه وبيقوله إن اللي بيعمله ده غلط وإنه ما ينفعش يدايق جينج وبيكون يوي بيدايق جينج علشان مش عاوز أخوه يتجاوز مامتها فبيقول يوي لأخوه إنه مش هيدايقها وإنه خلاص هيرجع البيت وبيتصل يوي بجينج وبيقولها إنه عاوز يعزمها على الأكل علشان يعبر لها عن امتنينه وشكره ليها وبتوافق جينج وبعدها بشوية بيروح فوق علشان يشوف جينج بس جيان بيقوله إنها بتتغدى مع يوي فبيتدايق فوق وبيروح علشان يشوف جينج وهو نزل في الأسانسير بيكون معه صحفيين وبيسمعهم وهم بيتكلموا وبيقولوا إنه يوي هو اللي طلب منهم ييجوا علشان يصوروه مع جينج وينزلوا صورهم في الأخبار وبيكون فوق عنده اجتماع في مطعم الفندق مع شينج علشان هيعرض عليه مشروعه ولو وافق هيمضوا العقد وبيبقى فوق قاعد في المطعم مع شين وبيشوف جينج وهي قادة مع يوي وبيكون يوي جايب لجينج الشنطة اللي كانت عجبها ومعرفتش تشتريها وبتفرح جدا بيها وبيحاول يوي إنه يقرب من جينج علشان الصحفيين يصوروهم بس فوق بيلاحظه بيروح ياخد جينج ويمشي وإما بيجي شينج مش بيلاقي فوق فبيتداق جدا وبيمشي وبيكون فوق مع جينج وبيركابه الأسانسير وبيكون والد فوق في الأسانسير وبيبقى متداق إن ابنه ما حضرش الاجتماع وبعدين بيقعدوا يتكلموا وبيزهق والد فوق الابنه وبيسأله لو كان ما حضرش الاجتماع بسبب جينج وإنه لو فعلا عمل كده وخسر العميل يبقى مش هيستمر في الشركة بتاعتهم وبيديله مهلأ أسبوع إنه يمضي العقد مع شينج أو مش هيرجع تاني لشركتهم وبعدين بيروح فوق يتكلم مع يوي وبيقوله إنه يمشي من الفندوق لإنه لو ممشيش هينزل صغر وهو صغير ودخيل وعيخلي المعجبين بتوعه يتخلوا عنه فبيوافق يوي إنه يمشي وتاني يوم بتروح شين لجينج مكتبها وبتديها الشنطة اللي كانت عجباها وبتقول لها إن فو كان جايبها لها وبعدين بتروح شين لفو مكتبه وبيقول لها إنه مش عارف يوصل لشينج فبتقوله إنها معاها رقم السكرتيرا بتاعته وبتتصل بيها وبتحاول تاخد معاها تاني بس السكرتيرا بتقول لها إن شينج خرق في أجازة وبيعرفوا إنه في النادي وبيقرروا إنهم يروحوا له النادي بس شين بتتعب وما بتبقاش قادر تمشي وبييجي جيان وبيقول إنه هيوديها المستشفى وفي المستشفى بتبعد شين جسالة الجينج بتديها عنوان النادي وبتقول لها تروح تدور على شينج لأنه مهم الفو وبتبقى شين قاعدة مستنيه خطبها مع جيان علشان يوصلها البيت ولما بييجي خطيب شين بيقول لها إنه مش هيقدر يوصلها البيت علشان مشغول فبيخدها جيان يوصلها ولما بيروح فو النادي بيلاقي هناك جينج بس السكرتيريا مش بيرضوا يدخلوها فبياخد فو جينج وبيتمشوا برا وبيشوفوا بنت صغيرة وقفة على الشاطئ فبيروحوا يتكلموا معيها وبيعرفوا إنها لوحدها وبتدور على الدب دوب بتاعها فبياخدوها وبيروحوا مطعم وبعد كده بيروحوا الاسم علشان يدوروا على أهلها وبتيجي المربية بتاعتها تاخدها وبتقول لجينج إن مامة الطفلة توفت من فترة وإنها بتحب الدب دوب بتاعها جدا علشان كده كانت بتدور عليه وبتاخد جينج صورة الدب دوب من المربية بتاعت الطفلة وبتروح تشتري دب دوب زي بتاعها وبتقعد هي وفو يزبطوه علشان يبقى شبه بتاع الطفلة بالزب وتاني يوم بتروح جنج مع فو علشان يدوا الدب دوب للطفلة وبيعملوا كأنهم لقوه وبتفرح الطفلة جدا وبييجي بابها وبيكون شنج وبيشكر شنج فو جنج انهم ساعدوا بنتهم برح وبيقول لفو انهم هيحددوا معاه التاني ويشوفوا عرضه وبتقول الطفلة لبابها انها عاوزة تقضي اليوم مع فو جنج وفعلا بيقضوا اليوم سوا وبالليل بيروح فو جنج يوصلوا الطفلة البيت وبتشكروا جنج انه قضى اليوم معاهم فبيقول لها انه عامل كل ده مش عشان الطفلة ولما بتروح جنج ادخل الطفلة البيت بيتصل موب فو وبيقوله انه قدر يوصل لعلاج تاني بس نسبة الخطر عالية جدا وانه لو العلاج منفعش ممكن يموت وبيروح فو الموب ويتكلم معاه وبيقوله ان لين بقى له فترة ما بيظهرش وانه طول ما جنج موجودة هو مش هيظهر وبيقوله انه هيحاول على قد ما يقدر ما يخليش لين يظهر وبيبين من طريقة كلام فو انه معجب بجنج ويتاني يوم بيروح فو الجنج مكتبها وبيديها ملف وبيقول لها انها تقرأوا الاخر ورقة وفي اخر ورقة بتلاقي تذكرة المهرجان موسيقي وبيسألها لو كانت فاضية بالليل بس هي بتقوله انها كانت معجبة بيه من ثاني ولما رجع تاني عارفت ان علاقتهم خلصت وبترفض انها تروح مع المهرجان وبيخرج فو من مكتب جنج وبيكون متايق جدا وبيبدأ لين يظهر له في كل حتة وبيستفزه بان جنج كانت بتحب شخصيته هو وعمرها ما هتحبه فو فبيتعصب جدا فو وبيروح للدكتور بتاعه وبيحكيله عن اللي حصل فبيقوله انه اكيد بيتخيل لان لين اصلا هو فو وان جنج كانت بتحب لين كده كده فهي يعتبر برضو رفضت دعوة لين وبيعرفه انه انسب حل انه يعترف لجنج بحب وتاني يوم بيروح فو الفندوق وبيسمع جيان وهو بيتكلم مع جنج في التليفون وبتكون جنج بتقول لجيان انها بتختار فستان زفاف فبيفتكر فو ان جنج هتتجوز بس جنج بتكون بتختار فستان زفاف علشان ما متها هتتجوز فبيروح فو المكان اللي بتشتري منه جنج الفستان وبتبقى جنج مش عارفة تقفل الفستان فبتطلب من اللي موجود معاها في الغرفة يقفله لها وبيكون فو هو اللي في الغرفة وبيقفل لها الفستان وبعدين لما بتلف في جنج وبتشوفه بتستغرب وبتسأله إيه اللي جايبه هنا فهو بيقول لها إن دي موعيد شغل وهي بتعمل إيه هنا فبتقوله إنها واخدأ إذن وبعدين بتقول لجوز مامتها إن الفستان ده عجبها جدا وإنها كانت من ثانة شافته وعجبها برضو فبيفتكر فول موقف لما كان عجبها الفستان ولين قال لها إنها تجربه بس هي رفضت وبيقول فول جنج إن الفستان مش حلوة لحاجة فبترد عليه بإن الفستان كان لي معاها ذكرى حلوة وإنه ما ينفعش يتدخل فبيقرب منها وبيقول لها إنه معجب بيها وبتستغرب جنج وبتسأله هو إزاي معجب بيها وهو كل يوم بحيل فبيقول لها إنه عنده أسبابه فبترد عليه جنج بإنه مهما كانت الأسباب هي استحالة تقع في حبه تاني وبيخرج فوق كل الناس اللي موجودة في المكان وبياخد جنج وبيروحوا مكان يتكلموا فيه وبيقول لها إنه فقد الزاكرة من سنة وإنها لو مش مصدقية ممكن يروحوا المستشفى ويشوفوا سجل الحادثة اللي هو عملها فبتسأله جنج لما هو فقد الزاكرة هو مين دلوقتي فبيقرب منها فو بيبوسها وبيقول لها إنه دلوقتي فو وبيتعفوا مرة واحدة ودماغه بتوجعه لإنه بيكون شخصية لين بتظهر فبتروح جنج تجيب له مية وبترجع مش بتلاقيه وبتفضل تدور عليه برضو مش بتلاقيه وبتسمع صوت عز في بيانو وبتروح الغرفة اللي فيها البيانو وبتلاقي فو قاعد بيعزف وبتكون الشخصية اللي ظهرة شخصية لين وبيقوم يحضن جنج ولما بيلاقي إن جنج بتقوله فو بيتدايق ومش بيحضنها وبعدين بنشوف لين وهو في غرفة تغيير الملابس وبيفضل بصص في المراية وبيكلم فو وبيسأله فو هو راجع تاني ليه فبيقوله إنه رجع علشان عارف إنه عاوز يتعالج ويموت شخصيته نهائي وبيتفق إنهم يرجعوا لاتفاقهم القديم إنه كل واحد يعيش يوم وبيفضل لين يحكي لفو عن أول مرة شاف فيها جنج والأغنية اللي كتبها مخصوص ليها وعلاقتهم ببعض كانت عاملة إزاي وبعدين بيروح فو مع جنج بيته وبيدخلها الغرفة اللي فيها المراية وبتقوله جنج إنها عاملاله مفاجأة وبتسجل بصمتها على باب بيته علشان تقدر تدخل وتخرج براحتها وبعدين بتمشي وبنشوف لين بعد كده وهو بيتكلم مع فو وبيقوله إن جنج سجلت بصمتها على البيت خلاص وبيقوله فو إن هي بتعمل كل ده علشان تطمن على فو مش لين وبيتفق لين مع فو إن كل واحد منهم يستخدم الجسم يوم ويقضوا اليوم مع جنج وأول ما واحد منهم هيقدر إنه ياخد نسخة من مفتاح بت جنج هو اللي هيرتبط بيها فعلا والتاني هيتخلى عنها وبعدين بينام لين علشان فو هو اللي يظهر وبيحلم فو بطفل عمل حدثة وبيصحى من النوم مخدود وبيروح فو المو وبيحكي له عن اللي حصل وإن لين ظهر تاني بعد ما تبادلوا القبلات مع جنج وإنهم رجعوا لخطتهم القديمة وإن المرة دي هو مش عايز لين يختفي على طول وتاني يوم بيروح فو الشغل بشخصية لين وبيقعد مع شين في المكتب وبتقوله جدوى الموعيد وبيكون مضغوط جدا وبيبقى لين مستغرب لإن شخصيته مش كده ومش هيقدر يعمل كل ده في يوم واحد وبتتصل بي جنج وبيعرف إنها تعبانة فبيسيب الشغل وبيروح لها وبيقول لشين إنها تلغي كل موعيده ولما بيروح بيت جنج بيقرب لين منها وبيبصها علشان يشوف درجة حرارتها وبيقول لها إنه هيقضي اليوم معيها وهيهتم بيها فبيتقوله جنج إن أهم حاجة عندها إنه يهتم بالقطة بتاعتها وبيقول لها لين إنها ما تشيلش هام أي حاجة وتدخل تنام شوية لحد ما يعمل لها الأكل وبيهتم لين بالقطة وبيكون مش خايف منها ولا حاجة وبيعمل لجنج الأكل وبعدين بتروح جنج تاكل وبيفضل لين يتكلم معيها وبيحاول إنه ياخد منها مفتاح شاقتها بس هي بترفض وبتقوله إنه لما ييجي في أي وقت هي هتفتح له وبتبقى جنج مستغربة من فوق طريقة معاملته ليها وبالليل قبل ما بتنام بتفضل جنج تفكر في فوق وإزاي هو بيعملها بالطريقة اللي كان لين بيعملها بيها زمان وبيبات لين في شاقة جنج في الغرفة اللي فيها القطة وبتنام القطة جنبه وتاني يوم بيصحفه بشخصيته وبيكون بيخاف من القطة وبيتخضي لما بيشوف القطة قاعدة عليه وبتيجي جنج وبتاخد القطة وبتقوله إنه كان بيتعامل معها كويس مبارح وبتطلب منه إنه يعمل لها مشروب وبتبقى جنج واقفة بتتفرج على فوق هو في المطبخ وبيكون مش عارف يمسك السكينة ولا يعمل أي حاجة وبتبقى مستغربة إن إزاي الشخص ده هو اللي عمل الأكل لها مبارح ولما بتدوق المشروب اللي فوق عمل ومش بيعجبها طعمه خالص وبعدين بيدخل فوق جنج علشان تنام شوية وترتاح وبيقول لها إنه عنده اجتماع بس هيعمله فصالة عندها علشان ما يبعدش عنها وبيخرج فوق يزبط المكان ويحط الملفات بس القطة بتطلع طاقة أطواء الملفات وبيبقى فوق مش عارف يمشيها وبتيجي شين والموظفين بتوع فوق وبيفضل وقفين علشان القطة لحد ما بتخرج جنج وبتشيل القطة من على الملفات وبعدين بيجي واحد المفروض إنه جاي علشان مقابلة شغل بس فوق يسأله لو كان بيعرف يطبخ وبيخليه يعمل أكل الجنج والقطة بتاعتها وبعدين بيقوله يمشي وبتدخل شين الأكل الجنج وبتسألها جنج لو كان فوق اللي عمل الأكل فبترد عليها شين بإن فوق عمره ما دخل المطبخ وبعد ما الاجتماع بيخلص والموظفين بيمشوا بتقعد جنج مع فوق وبيديها صندوق في أوراق وملفات المشروع اللي هيعمله مع شينج وبيقول لها إنها تخلي معيها علشان وقت ما يحصل حاجة وهو مش موجود تعرف تتصرف لإن فوق يكون خايف إن شينج يجي الشركة وشخصية لين هي اللي ظهرة فوقتها المشروع هيفشل وبعدين بيطلب منها إنها تديه لمفتاح شاقتها بس هي بترفض وبيعرف إنها مرديتش تدهوله مبارح كمان ومعنى كده إن لين ما خدهوش وبيقول لها فوق إنه مش هينفع يتقابله بكرة حتى لو هو طلب منها إنها تقابله هي ترفض لإن هيكون عنده معاد مع الدكتور وهتبقى حالته النفسية مش أحسن حاجة وممكن يتصرف تصرف غلط وبيكون فوق في نيته إنه يمنع مقابلة لين لجنج علشان ما يخدش هو المفتاح وتاني يوم بتبقى قاعدة جنج في الفندق مع جيان وأول ما بتيجي شين بيقوم جيان يمشي وبعدها بشوية بيجي فوق شخصية لين وبيكون بيدور على جنج وبيشوفها وبيروح يقعد معيها وبتمشي شين وبيسألها لين هي مش بترد علي لما بيتصل فبتقوله إنه هو اللي قالها ما تكلموش النهار ده علشان هيروح للدكتور فبيفهم لين اللعبة اللي فو عاملها وبيقول لها إنه أجل الدكتور لبكرة وإنها ما تكلموش خالص ولا تقابله حتى لو هو قالها وبالليل بيقعد فو يتكلم مع لين وبيتفق إنهم يتنفسه بجد من غير ما يحاولوا يوقع بعض وبيفضل الوضع كده فترة كبيرة وجنج بتبقى مستغربة إنه كل يوم فو بشخصية ومش عارفة تعمليه وفي يوم وهم قاعدين في الفندق بتكون شخصية لين هي لزهرة وبييجي شنج فجأة علشان يعمل اجتماع مع فو ويشوف العرض اللي فو هيعرضه عليه بس لين ما بيكونش عارف أي حاجة خلص وبيتوتر وبيقعد شنج مع لين يسأله عن المشروع وبيكون لين مش عارف يرد فبتدخل جنج في الكلام وبتدي شنج ورق المشروع اللي معاها اللي كان في مدهولها وبتفضل تتكلم مع شنج وبتقنعها بالمشروع وبيتفق إنهم خلاص هيمدوا العقد وبالليل بيحتفل إنهم مدوا العقد مع شنج بس جنج بتتعب وبتقول إنها هتمشي وبيبقى لين مش عارف يروح يوصلها علشان مش هينفع يسيب بابا وعمه ويمشي وجنج مروحها بتبقى مش قادرة تمشي وبيقع على الإنسيال بتاعها منها وبيلاقي حد من الموظفين وبيروح يديل شن وبتدي شن لين وبيعرف لين إن جنج في خطر وبتظهر شخصية فو وبيروح فو يدور على جنج وبيلاقيها وقع على الأرض في غرفة ودمخها بتنزف فبياخدها وبيوديها المستشفى وبيقول للدكتور إنها أغم عليها بسبب السكر وإن لما واقعت واتخبطت حصل لها نزيف في المخ وبييجي جيان علشان يزور جنج وبعدها بتيجي شن وبتقول شن لجيان إنه يروح هو لإنه فو هو اللي هيعد مع جنج وبيبقى جيان واقف مش لقي عربيات وبتروح له شن تتكلم معي وبتسأله هو بيبعد عنها ليه وبيعرفها إنه شاف خطبها بيخونها علشان كده ما كانش عاوز يشوفها لإنه مش عارف هيقول لها إزاي وبيبريها الصور اللي هو صورها له وبتتضيق شن وبتمشي بس الجن بيروح لها البيت وبيفضل قاعد معيها وبيتفرجوا علامات شكورة سلة لحد ما بتنام شن وهي قاعدة وبتسند على كتف جيان وبعدين بنشوفه هو بيتكلم مع مو في المستشفى وبيقوله إن شخصيته الحقيقية بتظهر لما بيعرف إن جنج في خطر وإنه لازم يتخلص من شخصية لين فبيقوله مو إن العلاق في خطر وإنه لازم يتأكد من قراره الأول وبعدين يبدأوا العلاق ولما بيرجع فوق غرفة جنج مش بيلاقي جنج موجودة وبيكون قلان عليها وبيتخيل لين قدامه وبيتكلمه وبتدخل جنج وبتشوفه هو بيكلم نفسه بتستغرب وبعدين بيروح فوق المو بيقوله إن آخر قرار هو خده إنه عاوز يتعالج وبتبقى جنج قاعدة في نفس الوقت ده مع جيان وبتقوله إن فوق في حاجة غريبة وإنه ممكن يكون بسبب فقدان الزاكرة وهي لازم تعرف في إيه ودين يوم بيروح فوق يوصل جنج بيتها وما بيردوش إنه يبصها علشان ما تظهرش شخصية لين وبتبقى جنج مستغربة فوق خالص وبتفضل تفكر في الأسرار اللي هو مخبيها عليها وبتقرر إنها هتروح في شاقته وتشوفه مخبي إيه ولما بيكون فوق قاعد في بيته وبتتصل بيه جنج وبتسأله هو بيعمل إيه وبتقوله يفتح باب البيت وبيلاقي جنج موجودة وبتقوله إنها وحشيته علشان كده جت وبعدين بيروح فوق يجيب لها مية وهي بتطلع لغرفة بتاعته علشان تدور على أي حاجة تفهمها فوق بيتعامل معها بأسلوب مختلف كل شوية ليه ولما بيروح فوق يديها المية بتوقعها على هدومه فبيضطر فوق إنه يروح يغير هدومه وبتفتح جنج الكمبيوتر بتاعه وبتلاقي جدوى الأعمال فوق وبتلاقي إنه فيه معاد مع دكتور اسمه مو وبتكون هتصور جدوى الأعماله بس فوق يدخل وبتعمل جنج كأنها كانت بتدور على شيحن علشان مبايلها فصل وبيقول لها فوق إنه هيوصلها البيت بس جنج بتبقى عاوزة تعص بيته فبتعمل كأن رجلها تلوت وهي مشية وبيروح فوق يجيب لها تلج تحطه على رجليها وبيكون مستغرب من اللي جنج بتعمله وبيبقى حسس إن هي بتسعى ورحجة وبعدين بيخبط البيب وبتكون جارة فوق وبتقوله إنها لسه سكنة جديدة والأنبيب عندها بتصرب وبتطلب منه يروح يعملها لها بس فوق يقول لها إنه مش بيعرف وبتسيب له رقامها وبتقوله إنه لما يتعلم يعملها يبقى يكلمها وبتكون جنج سامعيهم وبتدقي وبعدين بتقعد جنج تلعب مع فوق وشينا ولما بيخسر فوق بتحكم عليه إنه يكلم جارته ويخليها تيجي ويقول لها إنه مرتبط وبيحب حبيبته وفعلا فوق يعمل كده بس جنج بتكون بتعمل كده علشان تلهي فوق وتعرف تصور جدوى الأعمال فوق وفعلا بتصوره ولما بيطلع فوق يقرب من جنج وبيكونها يبوسها بس بيفتكر إنه ممكن لين يظهر وبيبعد عنها بس جنج بتقرب منه وبتبوس وهي ومش بيحس فون الشخصية لين ظهرت وتاني يوم لما بتسحى جنج مش بتلاقي فون نايم جنبها وبتلاقيه سايب لها رسالة إنه بسافر في رحلة عمل ومش هيرجع قبل أسبوع وبتبقى جنج مستغربة من سفر المفاجأ وبتتصل بجيان علشان يروح معها المستشفى اللي شغال فيها مو ولما بيروحوا بيدوروا على غرفة مو وبتسمع جنج مو هو بيتكلم مع فو وبيقولوا إن بعد العملية لو نكحة شخص واحد بس هو اللي هيعيش وبيخرج فو علشان يروح يعمل إشاعات وتحاليل وبتخلي جنج جيان يعمل نفسه مغمى عليه علشان يخرج مو ويساعده وتعرف تسرق السجل المرضي بتاع فو وفعلا بيخرجوا مو من غرفته وبتدخل جنج وبتشوف السجل المرضي بتاع فو وبتعرف إنه عنده ازدواك في الشخصية وإن ليه شخصيتين ما بيشوفها وبيقول لمو إنها جنج حبيبته وبيروح فو مع جنج وغرفة فاضية وبتكلموا فيها وبيقول لها إنه عنده في صنف الشخصية بسبب حدثة حصلت له من 20 سنة ومن وقتها بقى عنده شخصيتين وبيطلب منها إنها تسمحوا إنه خب عليها فبتقول له جنج إن معنا كده إن الشخصية اللي قبلتها من سنة وحبتها كانت لين وإن لين هو اللي حاول ينقذها من الديونه ومنع إن الفندو اتهد فبيقول لها فو إنه فعلا لين هو اللي عمل كل ده بس اللي هي تعرفه حاليا وحبيبته هو فو وبتقول له جنج إنها استحالت سامحه طول عمرها وبعدين بتيجي الممرضة وبتقول له فو إن عمليته قربت تبدأ وبتروح ورا جنج علشان تمنعه بس مش بتقدر وبعدها بشهر بنشوف فو هو قاعد في المستشفى بشخصية فو وبيطلب من مو إنه يساعده في إجراءات الخروج من المستشفى وبتكون جنج قاعدة بتحاول تلهي نفسها في تنظيف الفندق علشان ما تفكرش فو تزعل وبيروح فو بيته بيلاقي بابا قاعد مع بيه بنت صاحب أكبر شركة مجوهرات وبتكون في إشاعات نزلت عنها هي وفو إن في علاقة بينهم بس فو أصلا بيكون شافها لأول مرة في بيت باباها وتاني يوم بتروح بيه الشركة الفو بتقوله إن هي عاوزة تحاول الشراكة اللي بينهم للمشروع جواز علشان يحصل ضج عليهم ويلفتوا انتباهي الناس فبيوافق فو علشان يوصل أخباره لجنج لإنها مسألتش عليه ولا مرة لما كان في المستشفى وبتروح بيه مع فو بيته وبيكون فيه صحفيين علشان يصوروهم وينزلوا أخبار عنهم وبنشوف شين وهي مع خاطبها القديم وبيكون بيحاول يصلاحها وبيعتزلها عن خيانته وبييجي جان وبيكون معاه خاتم وبيعرض على شين الجواز قدام خاطبها القديم وبتوافق شين على عرض جواز جيان وبتبوسه قدام خاطبها القديم وبيكون خاطبها عاوز يضرب جيان فبيوقعه جيان في الأرض وبيكون هيدربه بس الشين بتمنعه أن يضربه وبتضربه هي وبعدين بيروح جيان مع شين بيتها وبتشكره شين انه ساعدها فبيقولها جيان انه حاسس انها قابلت عرض الجوازة علشان تتخلص من خاطبها مش اكتر فبيتبوسه شين تاني علشان تثبت له ان هي موافقة فعلا وبعدين بيجي لها مكلمة وبعد المكلمة بتتغير ملامح شين وبتقول جيان ان هي مش هينفع تكمل معي وبتخرجه بره شاقتها وبيفضل جيان يسألها عن السبب ومين اللي كان بيكلمها بس هي مش بتقوله حاجة وبعدين بتديله الخاتم بتاعه وبعدين بنشوف فو وهو مع بي بيشتره فستان فرح وبتشوفهم جينج وبتبرك لهم على الخطوبة وبيشكرها فو بيقولها انه هيستنها في الفرح وتاني يوم بتقعد بي مع جينج وبتطلب منها ان هي اللي تقدم الخواتم في الفرح وتجهز لها كل حاجة تخص فرحها وبتوافق جينج علشان ما تبينش انها متضايقة وبتقول لها بي انها حامل وهتحتاج مساعدة كتير وبعدين بتروح بي لفو بتقوله ان جينج وفقت انها تساعدها في تنظيم الفرح وبيبقى فو مستغرب ان ازاي جينج عايزة يتجاوز واحدة تاني غيرها وتاني يوم بيكون الفرح وبتقدم جينج الخواتم لفو بي وبتفضل بي تشكر جينج على مساعدتها لها قدام الناس وبتكون جينج متضايقة جدا وبعدين النور بتاع القاعة بيتطفي وبياخد فو جينج من ايديها وبيخرج من القاعة ولما النور بيرجع مش بيلاق فو ولا جينج وبيعلنوا ان ده كان عرض مش اكتر وان ما فيش حاجة بين فو بي وبيكون فو بيتكلم مع جينج وبيقول لها انه حاول ينساها بس ما عرفش وانه عمل كل ده علشان يعرف مشاعرها ناحيته ورد فعليها يكون ايه فبتقوله جينج انها مش عاوزة تشوفه تاني خالص وبتسيبه وتمشي وبيفضل فو يلاحق جينج ويكتب لها في كل حتة انه ااسف وانها تسامحه وبتلاقيه معلق بسترات ليها علشان تسامح وجينج بتحاول تلم البسترات دي فبتخبط في يوي اللي بيكون بيحاول يلم بسترات جينج برضو لانها مغطية على بستراته وبيقول يوي لجينج انه موجود علشان يحتر فرح اخوه مامتها وبيقول لها انها لو عاوزة اي حاجة هو ممكن يساعدها وبتروح جينج تقابل فوفكة فيه وبتقوله انها دلوقتي بقى عندها حبيب وبتنادي على يوي وبيستغرب جدا فو لما بيشوفه وبيقول لجينج انها استحالة تكون مرتبطة بيوي وانه عارف انها بتضحك عليه فبتقرب جينج من يوي وبيكونوا هيبوسوا بعض فبيقول لهم فوق انه هيمشي وقبل ما يمشي بتوقفوا جينج وبتقولوا انها مش عاوزة تشوفه تاني نهائي لأي سبب ان كان وبتروح جينج بارو بتفضل تشرب لحد ما بتبقى مش قادرة تمشي خالص وبتيجي تقوم بتكونها تقع فبيمسكها فوق وبياخدها يوصلها البيت وبيكون فوق هيمشي بس جينج بتمسك فيه وبتقولوا انه شبه لين قوي وبتبوسوا وبتعرف من طريقته انه لين وبتفتكر جينج الفرق بين فوق لين وانه كل واحد منهم ليه شخصية مختلفة تماما عن التاني وبعدين بتتصل والدة جينج بجينج وبتقول لها انها عاوزة تلغي جوازها فبتروح جينج ولين لمامتها وبتكون قاعدة مع يوي واخو يوي ولما بيشوف لين يوي بيمدي ايده علشان يسلم عليه وبيستغرب يوي انه بيسلم عليه برغم كل العدوة اللي بينهم بس بتاخد جينج لين وبتقول لي يوي انها هتبقى تشرح له بعدين وبتعرف جينج من مامتها انها مش عاوزة تتجوز لان الخاتم بتاعها ضعه في قطة خادته وبتفضل جينج تطور على الخاتم معلين لحد ما بيلاقوه في بيت قطة وبيرجعوا الخاتم لولدة جينج وبتقول والدة جينج ان هي اصلا اللي حطت الخاتم في بيته القطة علشان مش عاوزة تتجوز وتسيب جينج لوحدها فبتقول لها جينج انها من حقها انها تتجوز وتعيش حياتها وتكون مبسوطة وبتقنعها انها تكمل الجوازة وتين يوم بيكون الفرح وبيبقى عايزة في الموسيقى مجاش وبيروح لين يعزف على البيانو وبتكون جينج مبسوطة جدا وبالليل بيروح لين علشان يرقص مع جينج وبتقول له جينج انها عاوزة تقول له حاجة وبتقول له ان هي مش عارفة حاليا ان بتتعامل مع انهي شخصية وانها ما بقتش تصقف فوق او لين لان بالنسبة لها فوق شخص مش كويس لانه حاول يبعد لين عنها ودلوقتي لين موجود يعني فوق ما ازهوش وبتقول له ان حياتها ابسط من كده وهي مش هتعرف تواجه كل ده وبتطلب منه ينهو علاقتهم ويفضلوا صحاب عادي وبيروح لين وبيكون متضايق جدا وبيقول له فوق ان معاه دايما ومش هيخلي حاجة تأذيهم وبعدين بنشوف جينج وهي عند والد فوق وبيكون معاها شنطة فلوس وبتقول له ان الفلوس دي مقابل الاسهم اللي اشتراها فوق من الفندق بتاعها وبيوافق والد فوق انهم يرجعوا الاسهم بس فوق بيدخل وبيكون فاكر ان بابا هو اللي بيدي الفلوس لجينجة علشان تبعد عنه فبياخد فوق الفلوس ومن غير ما يفهم اي حاجة بيرميها في حمام السباحة ولما بيفهم ان دي فلوس جينجة بينزل علشان يلم الفلوس من المية وبتبقى جينجة هتساعده بس بتقع في المية وبيفضله ينشفه في الفلوس كتير وبعدين بتروح جينجة تاكل مع والد فوق وبتلاحظ انه بينسى كتير وبتقول له فوق انه ياخد باله من بابا لان شكله تعبين وهي واقفة بتتكلم مع فو بتخرج الجرسون وبتقول لها ان الرجل اللي هي كانت بتاكل معاه اغم عليه وبيودوه البيت وبيجبوله دكتور وبيكون والد فو مضايق من فو بيقوله يمشي بس فو بيقعد مع جينجة وبيعمله ألبوم بصور والد فو مع صحابه علشان لما يجي حد من صحابه يزوره ويفتكره وبيفرح كدن والد فو لما بيشوف الألبوم وتاني يوم بيروح والد فو لوالد بي وبيقوله يعقد مع اتفاق تاني بعيد عن ولادهم وبعد كده بيروح يعود مع ابنه وبيقوله انه خلص كبر في السن وعاوز ينقل له الاسهم بتاعته في الشركة ليه وبيروح فو الجينج وبيديها الاسهم بتاعته في الفندق وبيسألها عن علاقتهم ببعض عبارة عن ايه وبيتفقوا انهم يتقابلوا تاني يوم ويدغدوا سوا ويحددوا علاقتهم عبارة عن ايه بالزبط وبعدين بنشوف فوه عند قبر طفل متوفي من 20 سنة اسمه لين وبيكون ابن عمه وبييجي عمه ولما بيشوف فوه عند قبر ابنه بيتايق وبيقوله يمشي من هنا وبيفتكر فوه لما كان بيلعب مع لين وهو صغير وانه لما ميت كان خايف جدا فتخيل لين جنبه وقاله انه مش هيسيبه دايما ومن وقتها بقى عنده ازدواك في الشخصية وبالليل بيروح لين الغرفة اللي فيها المراية وبيحاول انه يتواصل مع فوه بس فوه مش بيظهر ويتاني يوم بيروح لين يقابل جينج وبيقول لها ان فوه ما ظهرش وانه موجود علشان يعتذر لها ولما بتسأله عن السبب بيقول لها انها تستنى فوه يرد عليها وبعدين بتخطف جينج دكتور مو علشان تعرف معلومات عن فوه وبيقول لها مو ان من عشرين سنة كان في عصابة خطفة فوه علشان تاخد فدية بس وقتها كان لين مع فوه فاضطروا انهم يخطفوا الاثنين ولين بيحاول يغرب خبطته عربية وميت ومن وقتها فوه متأثر وبنشوف لين بيقلت شخصية فوه في الشركة لحد ما فوه يظهر تاني وبيدخل لين الحميم وبيفضل يكلم نفسه قدام الميراية وبيشوفه جيان وبيكون مستغرب وبتكون بيه قعدة مع عم فوه بتقوله انها عاوزة فوه يركع ويعتذل لها النسبها في الحفلة اللي كانوا عاملينها واختفى او انه يدفع 500 مليون لانه انتهج حقوق نشر المجوهرات بتاعت شركتهم وبعدين بتعمل بيه اجتماع مع فوه بتكون جينجة قادة وبتقول لهم يا يدفعوا الفلوس يا يعتذل لها فوه وراقع وبيتفقوا معاها انهم هيدفع الفلوس بس تديهم مهلة يوم وبتفضل جينجة ولين يدوروا في كمبيوتر فوه عن اي ملف يخصي بيه وتاني يوم بتروح بيه الشركة على اساس هتاخد الفلوس فبتلاقي فوه بيقول لها انه مش هيعتذر وانه ما فيش فلوس لان كده كده في عقد بينهم بديهم الحق انهم ينشروا المجوهرات وبيقول لها فوه ان هي سرقة افكار مجوهرات لواحد صاحبه وانه هيقضيها لو ما صورتش فيديو اعتذر لي وهي رقعة وبتخرج بيه من عند فوه هي متوترة جدا ومصدومة من اللي حصل وبالليل وشين قاعدة في بيتها بيروح لها جيان وبيتكلم معها وبيقول لها انه شاف فوه وبيتكلم نفسه في المراية وانه عارف انه بيتعالج عند دكتور اسمه مو وتاني يوم بيروح لين لمو وبيقوله انه فوه ما بقى شي يظهر خالص فبيقوله مو انه لو فوه قاعد فترة كبيرة مش بيظهر والجسم اصلا جسمه فوه هيتعب جامد وهيتضر جدا وانه لازم فوه يظهر ويتخلى لين عن شخصيته فبيقول لين لمو انه يديره وقت يفكر فيه وبعد كده بنشوف مو هو قاعد مع جنج في مكتبها وبيكون لين رايح لها وبيسمع كلامها مع مو وهو بيطلب منها انها تساعده في اقناع لين انه يتخلى عن الجسد لان مش هينفع الاتنين يعيشوا ولازم واحد فيهم يموت وان الجسم كده كده الجسم فوه فلازم فوه اللي يعيش وبيتضيق جدا لينه وبيحس ان محدش بيحبه ولا مرغوب في وجوده وبيكون جيان جاي بأكل لشين ورايح يوديه لها وبيشوفها وقفة مع عم فوه وبتديله التقارير الطبية بتاعت فوه بتقوله انه بيتعالج نفسيا وانه عنده فصام وبعد ما بيمشي عم فوه بيروح جيان جيتكلم مع شين وبيسألها عن السبب انها تنقل اخبار فوه بس هي بتقوله ان ما عندهاش رد وبتكونها تمشي فبيقول لها ان شين صاحبته طول عمراء عندها ضمير وشطرة ونكحة وانه فضل يحبها 6 سنين وهي ما تنفعش تكون جاسوسة وبعدين بنشوف عم فوه هو قاعد مع والد فوه ولما بيعرف ان اخوه كتب كل الاسهم باسم ابنه فوه بيتضايق جدا هو بيتخانق مع والد فوه بيوريه له تقارير مرض فوه هو بيتعب والد فوه بيطلب من اخوه انه يديره الدواء بس اخوه بيسيبه يتعب ومش بيسمعه لحد ما بيغم عليه وبعدين بيروح لين يشوف والد فوه بيعتذل لفوه انه مقدرش يحافظ على بابا وبيعرف من الدكاترة ان حالته خطيرة وممكن مايفوقش على طول وبتروح شين تقابل عمه فوه بتديله ساعة هدية وبتقوله انها هتسافر تكمل تعليمها برا وهتسيب الشجر وبتقوله ان فوه ظهر بشخصيته التانية دلوقتي في مسرح بيعزف بيانو ولما بيروح عمه فوه بيلاقي ان فوه بيعزف اول اغنية ابنه كتبها وبيعرف ان الشخصية التانية لفوه هي لين وبالليل بيروح عمه فوه يقابل فوه وبيقوله انه عارف انه تعبان وانه هيساعده يتخلص من شخصية فوه ويفضل لين ولما بيرجع لين البيت بيكون متضايق جدا هو بيفتكر انه لقى في ايد والد فوه زراير قميص وبيروح يوقف قدام المراية وبيقول لفوه انه يظهر كفاية كده علشان عائلته بتتأذي وفعلا بيظهر فوه ويتين يوم بتروح جنجي بيت فوه علشان تشوف فوه رجع ولا لأ بس ما بيقولهاش انه رجع وبيتعامل كأنه لين عادي وبتنام وهي قاعدة وبينم جنبها فوه ولما بتصحى بتشوفه وبتصوره وبتكون القهوة بتغلي فبتقوم تشوف القهوة وبيقع تليفونها في الارض والكاميرا بتكون شغلة تصوير وبعدين بتمشي جنجي وبتنسى تليفونها وبترجع علشان تجيبه ولما بتروح البيت بتتفرج على الفيديو وبتلاقي ظهر عم فوه في الفيديو وبيتفق مع فوه انهم يتخلصوا من شخصية فوه نهائي وتفضل شخصية لين ومرة واحدة بيدخل فوه عمه على جنج وبيربطوها وبياخدوا منها التليفون والفيديو اللي عليه علشان ما يبقاش دليل وبيقول عم فوه للين انهم هينقلوا الاسهم بتاعت الشركة اللين ويصفروا ويتعالجوا ويخلصوا من فوه وبيسيبوا لين مع جنج علشان ما تهربش وبيحاول لين انه يهديها ويقولها ان ده اقاما مكان لها بس هي بتفضل تقوله انها بتكرهه وبيكون عم فوه عامل اجتماع في الشركة علشان يعلن انه هو اللي هيتولى منصب المدير في الشركة بس بيدخل فوه بشخصيته الحقيقية وبيستغرب عمه جدا وبيقول فوه ان عمه كان عاوز يتخلص منه ويصفره برا علشان يقضي على شخصيته وانه كان السبب في تعب والده لانه مساعدهش ياخد الدواء وبيكون معاه تسجيلات وفيديوهات لكل كل كلامه وبيثبت عليه الكلام وبييجي البوليس علشان ياخده بس بيهرب عمه وبيفضل البوليس يلحقه وبتكون جنج فهمت ان الشخصية اللي موجودة شخصية فوق وبتحاول انها تفك نفسها وبتروح الشركة الفوق وبتقابله في جراج الشركة وهو بيكون بيدور على عمه وبيكون عمه هيخبط جنج بس شخصية لين بتظهر وبتساعد جنج وبتموت شخصية لين نهائي وبينقله فول مستشفى وبيعالجه جروحه وبيخرج بابا من العمليات وبيكون كويس وشين بتروح لهم المستشفى وبتقولهم انها مسافرة تكمل دراسة برا وبيكون جيام الدقيق وبتقترح عليه جنج انه يسافر مع عشين وفعلا بيروح وراها وبيقولها انه هيسافر معاها وبعدها بفترة بيعرض فول جواز على جنج وبتوافق وبيعملوا فرحهم وبيحتروا والد فوق وبتكون صحته كويسة وبينتهي المسلسل بنهاية سعيدة نشوفكم بقى في ملخص جديد سلام